ده محتوى حلقة النهاردة بس انتوا تعودتوا دايما في هذا الظرف بالذات أن تكون الضربة معه مقالي ومقاله وليه بقول لكم هذا الظرف بالذات لأنه حديث الوجدان حديث الوجدان لأنه اليومين اللي فاتوا جمهور الاهلي ربما إلي ربما أتعرض لحملة شائعات وتشنيعات كثيرة فأنا الأوان أن يتحدث المهندس عدلي حديث الوجدان عن الأهل وما يجري فيه ما يجري في الأهل مرتبط بحديث الوجدان حديث الوجدان أن أقول لك من غير ما أقول لك أقول لك ما استطعت أن أتلمسه من خلال اتصالات مسؤولة مع ناس من أصحاب القرار اللي مش حين بلا وساطة هو بيحصل إيه فهمون الوضع إيه واستطعت أن ألملم من التفاصيل اللي أنا في حل من إعلانها لأنه قيل لي هناك توقيت يخص مجلس إدارة النادي لأهلي الإعلان عن التفاصيل ولكن ملخص الأمر خلينا في الجزئة الأولية ما أنا أقول لك أه ملخص الأمر تفقلوا 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 بإذن الله تفقلوا جداً في كل الملفات طيب ليه تفقلوا في كل الملفات هاخدكوا بطريقتي أنا فكرت في الموضوع إزاي ووصلت لإيه أيوة هو النادي الأهلي نجح إفريقياً مرتين وخمسة نهائي وتم اغتيالنا في المرة الأخيرة عشان ما نحققش وتلاقي أتنين كاس عالم في السنتين ده مش نجاح ده اتساع طيب في الملف الدوري نجح لا لأن معيارنا نحنا هنا تنجح تاخد الدوري طيب وعدم النجاح هنا الواقع بقى اللي لازم ننظر له بواقعية كلنا إحنا وحضرات كل جماهير يعني والإعلام وكل الناس حتى اللي مش متفق معنا في الرأي شغل في دماغك الكلام اللي أنا بقوله خلاص ما أنتش خسران حاجة الواقع بيقول إن إنحصار والتراجع دائما ما يبدأ بعد شهر رمضان أو شهر خمسة أو شهر أربعة أي إنما كان البداية تملي قوية ومفزعة وتوصل رسائل إلى المنافسين تقول إيه فكروا في السنة الجاي ثم يأتي كأس العالم للأندية وتعود وترجع لبعض التحديات وتبتدي المشور الإفريقي ويعود الفريق إلى سيرته في التعثر والتعادل الغير الغير مقبول لكن مفهوم وعندما تكون عفيا لا يستطيع أحد أن يعبث معك ولكن دعه يعبث فأنا قادر أجره عفي قوي طب أنا لما أتعب بقى وجيلك عايز أخد فرص متكافئة ومني للملعب يا أخي أليك بتقرص علي أو بتساعد غيري ومكتف لي إيده وتقول لي إلعب ويبدأ خلاص من المشور ده وتتوالى الإصابات نفس الفيلم نفس الموال تتوالى الغيابات تبتدي تلاقي الفرقة مش في أحسن حالتها وإذا كان الهجوم جيدا تجد الدفاع يهدر فرص الهجوم والعكس يعني السنة اللي فاتت كنت مفيش ماتش ما بسجلش طيب التفصيل الفني دي هنجيلها لا أنا بس عايق نيتهم إيه ده لازم إحنا النهاردة من الخميسة يا عام عندنا وقت فإحنا عندنا معادلة هنا طب هو بس كلها انت حتوقت تتمحك لنا وتمحيك والإرهاق والإنجاز تقول اللي مش عارف إيه والتحكم لا فيه عندنا من أسباب إن كان عندنا قايمة كويسة البودلاء كانوا يتملي شارئ النقوة الألف دكتو عندنا مجموعة من ناشئين تنتظر الفرصة مما يتيح للجهاز الفني أن يعمل التدوير بالطريقة اللي تخفف من تأثير الإيجاد ومن ثم الإصابات ومن ثم الغيابات ونقدر نعد الموسم ولكن كل ده في شرط الديني فرصتي ما لكش دعوة أنا بقدم أداء جميل ولا لأ هذا الواقع وهذه الواقعية خليتني لما جيه الخبر بتاع مثلا شركة الكورة توجيه الشكر لمجلس إدارة شركة كورة القدم برئاسة الأستاذ ياسين منصور والمهندس مصطفى فاهمي والكابتن علي عب صادق وعرض تشكيل المجلس الجديد للشركة على الجامعية العمومية لشركة ما هو لو تقل شركة للشركة كان الدنيا ارتاحت كتير لأن مبارح كان فيه اجتهادات يعني بقيت أسمحها وأنا منزعج ومتدايق الرادة بسيط جدا يا جماعة وليقول لك يا جامعية عمومية وانت هتشتغلو لنا وانت هتدولو الجامعية العمومية لأي شركة هي المؤسسين طب من المؤسسين هو انت عد جاي تقول لنا كلام مرسل تفقله هقول لكم الأهل يا جماعة عندما وضع الخطة التسويقية قرر أن يكون مجموعة من الشركات بدأت بشركة الأهل للإنتاج الإعلامي والتسويق اللي استحوزت على جزء من اختصاصات إدارة الاستثمار والتسويق وبقى التعاقد خارجها علشان تبقى رأس الحرب وكانت أول شركة في مصر يمتلكها نادي ولكن عندما فكر النادي الآلي وغير من نظامه الأساسي الذي كاد أن يختطف النادي الآلي في المقترح القديم في المجلس السابق بإلغاء دور الجمعية العمومية في ضرورة الإقرار بأن النادي الآلي يستحوز على الأغلبية فاتعمل النظام الأساسي الجديد اللي فيه الحفاظ على حقوق النادي الآلي وسيطرت النادي الآلي كمساهم هذه المرة في إنشاء هذه الشركات على مقدرات القرار ومن ثم يطلع الخطيب برسالة موجزة يقول عشان تفكروا فيها الأهل مش للبيع ده من الآخر الأهل مش للبيع ما قال كده وناس قالت هو بيقول إيه وش معنى دي دلوقتي طب الثلاث شركات هم إيه عشان برضو نحطوا التصور كلنا نشترك مع بعض وعلى فاكرة هي دي الشفافية مش الشفافية أنا أقول لك أخبار وأصرب لك أخبار أصرب لك أخبار وأقول لك أخبار ده إشاء لأسرار البيت وأسرار المهنة وهناك تجريم إن فيه حاجة اسمها أسرار الصناعة وأسرار المؤسسات اللي ياخد فكرة ويكون بيشتغل في شركة نيلا في شركة تانية بيتجرم ويسجن لا أصير الصناعة ما فيش حاجة اسمها إن أنا أقول لك التفاصيل اللي دارت بيني على الطربيزة أنا أقول لك قراراتي إيه وأقول لك فلسافتي إيه أنا هنا أناقش واقع عندما أنشأ النادي الأهلي أنشأ تلت شركات جديدة بجانب الأهلي الانتاج الإعلامي ولكن أنشأها مش تحت مضلة قانون الاستثمار وإنما تحت مضلة قانون جديد فرضة أو فرضة ولو أمر الواقع أيضا بتعديل القانون القديم اللي ما بقاش يوديك في مثل هذه الشركات إلى هيئة الاستثمار دي النقطة هنبحثها بعدين فالنادي الأهلي أنشأ تلت شركات شركة للخدمات ومسكها وزير سابق ومعها طاقم من أكثر خبراء السياحة والجوانب الخدمية التي تهم المواطن وتهم الأهلاوي وتهم تاني حاجة شركة منشآت وتولها واحد من أصحاب واحدة من أكبر شركات التطور العقاري المهندس أيمن إسماعيل والوزير يحي راشد والوزير يحي راشد وتعرفنا عليه عن قرب وإحنا فابو ظابي كان وزير السياح ثم شركة الأهلي لكرة القدم الشركتين التانين بيعملوا ولهم صلاحياتهم ولكن من اللي بيمتلك التالت شركات دول هنا مربط الفرص والمفاجأة وقعد معاك واحد من أعضاء الجمعية العمومية بتاعت الشركة الأستاذ برين بنيسي بصفته إيه مجلة الأهلي علاقة مجلة الأهلي بالموضوع إيه أنشأ الأهلي الشركة الكرة وامتلك جميع أسهم حتى الآن جميع بنسبة 100% من خلال التلات حاجات دول مجلة الأهلي شركة الانتاج الإعلامي ثم النادي الأهلي كمانيسي النادي الأهلي كمكون ونص في قرار إنشاء الشركة بقى من جمعية عمومية النادي وطبقا لنظام الأساسي أن الأغلبية تكون للنادي وهي الأغلبية للنادي دلوقت ولكن أن يمتلك الأهلي الثلاثين حوالي 65% طيب يبقى فين بقى المشكلة طيب الأهلي بيمتلك الشركة طيب أنا لما أمتلك الشركة وأجيب مطور عقار كبير أو أجيب وزير سابق عشان يمسك للشركتين التانيين هيأخذ الشركتين التانيين دول يعملوا بمعزل عن النادي لا هو تحت إشراف النادي وتبقى للسياسة النادي وتحقيق الأهداف ولكن مطلق الحرية في اقتراح نظام العمل في اقتراح خطة العمل الذي تعتمد بعد كده ثم يجري عم يطير ويشتغل وهكذا يعمل النادي الأهلي قبل إنشاء أزيز الشركات وأنا واحد من الناس الاستمتع بهذا العمل إن المجلس يقدر يأخذ القرارات الاستراتيجية ويفوض الأجهزة التنفيذية بالصلاحات الكاملة للعمل ولكن تحت رقابة النادي إذن هي أموال النادي في الثلاث شركات هي تابعة لخطة النادي وتخضع لجمعية العمومية العامة كمان مش لمجلس إدارته بس ومن هنا أي عبث وأي كلام عن ثمة خلاف بين رئيس شركة الأهلي للكرة وبين مجلس دارة النادي الأهلي أو كابتل محمود الخطيب تحديدا أنه كلام من وحي الخيال أستاذ ياسين منصور كابتل محمود الخطيب أستاذ ياسين منصور بمجموعته الإدارية طب هو هل هل النادي الأهلي عرقل استلام الشركة علشان تاخد حقوقها وتشتغل بها المفاجأة الشركة معاد تحويل كل الصلاحيات إليها التنفيذية كان 1-9 طب ليه 1-9 ما أنت قلت 1-7 عبل كده لأن تبقى لنظام إنشاء الشركات اللي هم مش تابع القانون السمار اللي لازم ترخيص من جهة الموافقة الموافقة تنقلت من جهات إلى جهات أخر فأصبحت تتخذ أكتر من الموافقة الموافقة وترخيص العمل ما وصلش غير من 20 يوم لكن هل ما بتديتش الشركة تعمل لا كان هناك خلال الفطرة الماضية اجتماعات وانتقال تدريجي علشان الناس اشتغت يعني العقود الجديدة التفاوضات الجديدة المدرب المش عارف إيه كلها تمت من خلال الشرك بعلم النادي وتحت مظلة خطته ومصالحه إذن ما فيش تنازع في الصلاحيات ولا السلطات هنا انت حاج جننه لا مش حاج جننك انا بقولك الواقع والواقعي انه ما كانش فيه اي خلاف اه انا اقوله سيد إبراهيم بنحبه بعض جدا وده حقيقة نسق في بعض جدا وده حقيقة نختلف مع بعض احيانا ده حقيقة اخرى العنوان ده لا مش عاجب العنوان ده لأن نتناول الموضوع ده تم نأجله ده تفاصيل العمل فلما نيجي هو لو حسنا ان تفاصيل العمل دي من كترها انا او هو هتقيد او هتشغلني او بتعمل حقيقنا ان احنا وانحنا بنحب بعض وحنتعاون وحنستمر في حبنا احنا اللي اتنين للنادي الاهلي لا جدال ان الستاذ ياسين منصور واحد من اعرق واعظم العائلات عائلة منصور اللي اغتبط طاريخها بتاريخ النادي الاهلي صحيح لا خلاف على ان الاستاذ ياسين منصور واحد من اعظم العقليات الاقصادية الشابة عبر السنوات الاخيرة وان مجموعة المنصور من اعظم رجال الاعمال على مستوى العالم مش على مستوى مصر وافريقيا والشرق الاوسط اذا هي نمازج نمازج نادحة جدا وايضا هي نمازج بتحب النادي الاهلي فلما اقول لك استاذ ياسين والنبي خليك جنب هو الراجل نفسه وعايز وحابب التفاصيل تعانيه انه اما ييجي اقول لك معلش اقبل اعتذاري في اسباب بس مش من ضمنها الخلاف مع النادي الاه ومش من ضمنها تنازع الاختصاص ومش من ضمنها عدم رغبته في العمل ومش من ضمنها انه خارج كارهة ومتداي سيظل استاذ ياسين منصور ومجموعته العظيمة من اهم اعضاء النادي الاهلي ومحبيه وكفاءاته اللي كل واحد فيه مشي لشركة طيب النادي الاهلي من جانبه وده مش سر يعني كان في خلال الاجتماعات كان بتطلب صلاحات اتفضل اي حلو او كلام ده نفذ ولكن المشروع ما اكتملش ليه ما اكتملش انك قدر النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم انك بتبقى بايونير بايونير يعني مالكش كتالوك تستند مفيش مرجعية يعني انت مش بتعمل انت صاحب الضربة الاولى انت صاحب الضربة الاولى التي تحتاج الى او تضبيط طبعا في النص كده فوص التفاصيل دي قد تشعرني دايما يعني اما تتزبط بقى نبقى نتكلم الليلة هل مش متزبطة لا متزبطة بس التفاصيل الدقيقة بتضحط طب النادي الاهلي النهاردة بعد هذا الاعتذار المقبول بتقدير عالي جدا من مجلس الادارة مع الكابتن صالح ثم مدير التنفيذ مع الكابتن صالح كان بيحصل عالطرابيزة البعض مش مستوعب يعني نختلف عالطرابيزة ونطلع متفقين عالقرار ونطلع اصحابه ونتعشى مع بعض ونتكلم وحتعمل بكرة عامل بكرة لا عادي جدا وخلاف لحب الاهلي وخلاف ومش خلاف على حاجة وحشة يعني لانت وحش ولا انا وحش بالظرط انت عايز تعملها كده انا عايز اعملها كده عايز نروح اسكندريا تقول ما تخلينا في الزراعة عشان ونحن معدين نوصل على كذا ما عطلنا فيه تفاصيل لا تعني بالضرور ان احنا مختلفين بقى يا جماعنا بقول الكلام ده لان ده الواقع الواقعية بتعامل مع الواقع طب الواقعية بتقول هل النادي الاهلي في ورطة معلش بقى نتيجة ما سمعته من من اصحاب الحقيقين مش نقلا ما فيش وساطة تفقله بإذن الله تفقله وان كل الملفات مستمرة زي ما هي لا الشركة قالت دي بتاعته حقودة وامشي ولا الاهلي قال لا نبتدي من اول الصد لان كله كان يعمل من اجل مصلحة النادي الاهلي فالاهلي مكمل البناء على ما تمت من خطوات في كل الملفات وانا بقولك في كل الملفات انت لما تيجي تقرأ القرار تجد اول بند في القرار بيقول ايه توجيه الشكر لا لا اول بند في قرار الشركة اول قرار مجلس الادارة ايه فيما يخص القرارات الخاد اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري بحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم ده اول قرار اه الشركة المتحدة لمدة 4 مصر نقف هنا لحظة وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي اتم التوافق حولها تاني اقراه وعقب اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم اعتبارا من موسم 22-23 وحتى 25-26 وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها التوافق مش الاتفاق مهمة جدا اه يا مع الفقرة دي من المرات اللي شعرت انها مصاغة بشكل جيد عشان تفسر الموضوع ايه النهاردة هناك في العالم كله عالم الكائنات الكبرى يعني انت لما تيجي تروح في قطر تجد مؤسسة مسكة العملية دي او منشأة او مجموعة مسكة العملية دي وتحقق نجاح هنا وهنا وهنا في الامارات نفس الشيء في السعودية هتجد هذا الكلام طيب احنا عايزين نعمل كتلة قوية تتسق مع اهداف الدولة وتتوافق لمصاري الحلاندية وتدافع عن حقوقها و ولا وطبقا لما تم التوافق عليه دي جملة اللي تعانيني في هذا الامر المتحدة هي من خلال ايام اعلن الدكتور اشرف صبحي بسعادة تم الاتفاق هتكون الراعي للدوري الراعي للدوري المصري وانا هتبقى مسؤولة عن التسويق من ثم طب انا الشركة اللي حتمسك الدوري اللي حتمسك الكرة في مصر مش بس الدوري ده حيبقى الكرة في اتحاد الكرة هي حتكون مسؤولة معي انا كمان بس في جملة بقى اه يا عم ما هم ممكن يقولك كفاء عليك كده وفقا وطبقا للتوافق توافق يعني عدت انا وانت لا لا يريه بس دي استاذ ابراهيم عشان تبني مؤسساتك الانشائية رحت المين رحت اللي هي الهندسي بتوفر عليك القيلة والقال وبتاخد وقت أسرع وبكفاءة أعلى علشان وبالأمر المباشر وما تاخد بالأمر المباشر لاني دي شركة من شركات الدولة الدولة التي تراقب عليها وعلى إجراء هذا التعاقب فانت النهاردة هنا الاتصاق مع أهداف الدولة دون تفريد في حقوق ولذلك عندما أقول لك تفائل ما تتسرعوش في الاستنتاج أو ما تدوش ودنوك لحد صدقوني يستنوا النادي الأهلي لما يعلم هل أنا بقول أخبار لا لأنني ما فيش حاجة أعلنها بالإسم وقولك حدث وحدث ولا استنتاجات وقائع بقدم تحليل لواقع سمعته أيوة دفعني إلى التفائل أنا كنت أعلان جدا وكلمتك ساعة مهارة الخبر بس وإحنا بنحلل على مدنة ومين الفاتح وقلت لك أشعر بكذا ألاقي كذا ده هو اللي بيحصل لحد ما طيقنت أن الموضوع يا جماع باختصار يدعو إلى التفائل وما تقلقوش وما تدوش لكم لحد تاني لأن حد تاني عايزي فيمكن أن النادي الأهلي وهو بعض الكورة الكورة دي اعتبروها أزمة تعلمنا منها مش عايزين الموسم اللي جاي يبقى فيه إصابات ومفيش تعوير ومش عارف إيه والكلام ده فقرر نادي الأهلي بواقعية وهنا الواقعية رايح عام الكبار بقى ياخد راحتهم تعال نلعب الشباب عشان وإحنا بنكون الفريق السنة الجاي نشوف ما كسبنا إيه وحنحتاج حد من بره ولا لا ومين هم وتفألوا في الجزئية دي اشتركوا في القناة